بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله يفعل ما يشاء بسم الله بركة وشفاء بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بكل نافع مفيد وينهانا عن كل ضار خبيث فقال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومن هنا حرم الله تعالى المخدرات والمسكرات والخمور وكل هذه الأمور التي تذهب بالعقل تذهب بالصحة تهلك الفرد والمجتمع والوطن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إن المخدرات وإن المسكرات داخلة في نطاق الخمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لأنها تذهب بالعقل وهو نعمة كبرى من نعم الله جل وعلا علينا قال الله سبحانه وتعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَقَالَ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وحرم الله تعالى كل شيء يهلق الإنسان أو يلقيه في التهلكة فقال الله سبحانه وتعالى وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة ومن هنا للتأصيل لهذا التحريم وحرمة وخطورة المخدرات قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل خمر مسكر وكل مسكر حرام فدخلت المخدرات وكل المسكرات بهذا الحديث في نطاق ما حرمه الله سبحانه وتعالى لأنه يضر بالفرد والمجتمع كله وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وفي رواية فملء الفرق منه حرام ملء اليد منه حرام ملء الكف منه حرام وفي رواية والحسوة منه حرام كل هذه الأمور تؤكد حرمة ما يذهب بالعقل حرمة ما يضر بالبدن ما يضر بالصحة عموما ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا أن هذه المخدرات وتلك المسكرات تنفي صفة الإيمان عن العبد فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وأعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الإنسان المتعاطي للخمور والمسكرات والمخدرات ملعون كما في حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاربها وحاملها وساقيها وبائعها وذكر المشتري لها والمشترات له تأكيد من نبينا عليه الصلاة والسلام أن اللعنة تعم كل من اشترك في هذا الإثم بل إنه ينال عقوبة الله سبحانه وتعالى كما في حديث الإمام مسلم بسنده إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله عهد لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل منه صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل منه صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه توبة ويذوق يوم القيامة عصارة أهل النار كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن المخدرات لها خطورتها على الفرد على المجتمع على الأمة كلها على الوطن كله ضعفا ونشأا ضعيفا وإهلاكا للصحة والفرد والمجتمع أسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يسترنا بستره إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله